حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الملك أبي جعفر عن أبي مضرة عن سعدي بن الأطول قال مات أخي وترك ثلاثمائة دينار وترك ولدا صغارا فأردت أن أنفق عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إن أخاك محبوس بدينه فاذهب فاقضي عنه قال فذهبت فقضيت عنه ثم جئت فقلت يا رسول الله قد قضيت عنه ولم يبقى إلا امرأة تدعي ديناريني وليست لها بينة قال أعطيها فإنها صادقة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا عبد الملك أبو جعفر عن أبي مضرة عن سعدي بن الأطول أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهمين وترك عيالا فأردت أن أنفقها على عياله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما إن أخاك محبوس بدينه فاقضي عنه فقالا يا رسول الله فقد أديت عنه إلا ديناريني ادعتهما أمرأة وليس لها بينة قال فأعطيها فإنها محقة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن الجريري عن أبي مضرة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمثله